دلوقتي مشاهدين عنتي في حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء موجز التاسعة مع الزمين رجائي رمزي شكرا شكرا جزيلا دينا مشاهدين التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز لهم وآخر الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على همش قمة تجمع براكس بمدينة قزان روسية وأوضح متحدث الرئاسة أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي تنول مختلف القضايا الإقليمية والدولية فيما اتفق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على الأهمية القصوى لخفض تصعيد بمنطقة الشرق الأوسط حيث طالب بضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار فوري في قطع غزة ولبنان في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تدعيات سلبية إقليمية ودولية كما دعا رئيس السيسي نظيره ونظيره الروسي إلى تفادي الممارسات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم من جانبه أكد الرئيس السيسي أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ما بين الدول النامية أشهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة براكس بعلاقات بلاده مع موسكو وقال الرئيس الصيني أن العالم يشهد تغييرات عميقة غير مسبوقة منذ قرن من الزمن وأن الوضع العالمي متشابك وتعمه الفوضى وأكد شي جينبينغ ضرورة تعميق الصين وروسيا التنصيق الاستراتيجي العام وتعاونهما العملي في الميادين المختلفة أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تانياهو رسم الطريق إلى السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء وأضف بلينكين أنه شدد على أهمية إيصال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحرب بطريقة توفر الأمن والاستقرار الدائمين من جانبه قال نتنياهو أنه بحث مع بلينكين آلية حكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب هذا ومن المقرر أن يتوجه بلينكين إلى السعودية في إطار جولة له بالمنطقة جددت بوليفيا دعمها للقضية الفلسطينية تماشيا مع أكثرية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تدعم وقف العنف في الأراضي الفلسطينية والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين كما جددت بوليفيا في بيان لها التزامها بالسلام والتكامل الإقليمية أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين الذي تم تداول اسمه لخلافة حسن نصر الله أمينا عاما للحزب تم القضاء عليه قبل ثلاثة أسابيع في غارة جوية على ضحية بيروت الجنوبية وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربة نفسها أدت إلى مقتل علي حسين قائد ركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب قادة آخرين من الحزب يذكر أن هاشم صفي الدين من مؤسسي حزب الله في العام 1982 كان يرأس المجلس التنفيذي للحزب منذ العام 1994 وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من لبنان وأوضحت مصادر لبنانية أن أربع غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت من جانبه قصف حزب الله برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مسكاف عام شمال إسرائيل في الوقت نفسه أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة 14 جنديا جراء القتال في الجبهة الشمالية مع حزب الله دعا الرئيس الأوكراني بولادمير زيلنسكي دعا الحلفاء إلى الرد على أدلة تورط كوريا الشمالية في حرب روسيا في أوكرانيا وأوضحت زيلنسكي أن أوكرانيا لديها معلومات عن إعداد وحدتين ربما يصل عددها إلى 12 ألف جندي كوري شمالي للمشاركة في الحرب إلى جانب القوات الروسية داعيا حلفاءه إلى عدم الاختباء في مواجهة هذا التحديد مشاهدينا نهاية موجز التاسعة عودة مجدداً لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد هذا الفصل شكراً للمشاهدة